لعظة تاريخية في النيجر هكذا وصف الرد على قرار فرنسا أمس وإعلان الرئيس إمانويل مكرون عن سحب سفير بلاده وقواتها من هناك لتخسر باريس من جديد موطئ قدم في إفريقيا القرار الفرنسي جاء بعد شهرين من المواجهة مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد تضمن منهجية فرنسية مختلفة في التعاطي والتطبيق فالسفير بحسب باريس سيرحل قريبا عن نيامي فيما القوات الفرنسية ستغادر بحلول نهاية هذا العام الرئيس مكرون وفي سياقه حديثه عن الأزمة قال إن بلاده ستتواصل مع الانقلابيين أو سلطة الأمر الواقع لإتمام عملية عودة الجنود الفرنسيين بشكل هادئ وسلمي وهو الأمر الذي كانت باريس ترفضه سابقا جملة وتفصيل المجلس العسكري في النيجر سارع مرحبا برحيل سفير فرنسا عن نيامي ومغادرة القوات قريبا أرضى النيجر وعلق المجلس قائلا إن القرار يمثل خطوة جديدة باتجاه السيادة نربط لفرنسا أو هزيمة سياسية لماكرون تتعدد التحليلات والعنوين غير أن الثابتة أن فرنسا ترحل عن ثالث بلد بلد إفريقي بعد مالي وبوركينفاس وبذات طريقة الضغط من العسكر بعد عشر سنوات من العمليات العسكرية الموجهة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي ليبقى لها وجود عسكري في تشاد قوامه الفجندي وما بين الرفض والقبول الفرنسي للانسحاب من النيجر مدة زمنية استخدمت فيها باريس مختلف الأوراق علقت بداية آمالا على مجموعة إكواس في إعادة محمد بازوم الرئيس المنقلب عليه إلى السلطة عبر التفاوض أو التدخل عسكريا لكنها لم تجد في النهاية مخرجا يتيح لها البقاء في النيجر فكان قرار الخروج والرحيل موسيقى موسيقى للمزيد أرحب بضيفي من باريس الدكتور جان بير ميلالي أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس وينضم إلينا كذلك من برلين ناصر زهير رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جينيف أهلا بكما الدكتور جام من باريس أبدأ معك هل فرنسا من وجهة نظركات تشعر بأنها اليوم معزولة بشكل متزايد في القرى الإفريقية وأن هذا الانسحاب من النيجر سيشكل دربة لباريس وفي الوقت ذاته هزيمة سياسية للرئيس مكرون مساء الخير وشكرا على الاستضافة وأهلا بالضيف الكريم لا شك أنها انتكاس للرئيس مكرون ولكن إذا نظرنا في برنامج ما حدث هو انتظر شهرين كما قيل في تقديمكم قبل القرار الذي أعلنه الباريحة في التلفز الفرنسية وهي مدة لابد منها في أزمة مفجئة كتلك التي حدثت في نيجر بعد بوركينفاس ومالي أولا ثانيا كان ينتظر ردا من بلدان إكواس الذي لم يأتي للأسف للأسف للمنظومة ربما وبعد ذلك كان هناك علاقة شخصية وصداقة إن صح التعبير مع محمد المزوم المحتجز في القصر الرئاسي إذن لو كان هناك لابد من نقطة ذاتي للحكومة الفرنسية والرئيس بذاته هو أن لم يأخذ قرارا قبل ذلك يعني قبل حدوث هذه الأزمة المفاجئة كان لابد من تحليل استراتيجي مثلا يقرر أو يأتي بقرار صحب القوات الفرنسية بعد نهاية عملية برخان يعني ناظرا أو عابرا بأن هذا الوجود العسكري الكثيف طال أمده ولم تأتي أكلها نعم طيب لم تأتي أكلها أستاذ ناصر من برلين سأنقل يقول خبراء إن عصر فرنسا باعتبارها بين قوسين دراكي أفريقيا ربما انتهى أخيرا مع تحول أولويات القارة الأفريقي لأثم هذا الرأي يحتمل الكثير من الصواب والدقة نعم رحية لكم ولمشاهدين والضيف الكريم من باريس يعني أعتقد بأن هذا الرأي هو صحيح جزئيا بأن عهد فرنسا كما هي الدراكي أو دعني أقول القوة الوحيدة المتنفذة في أفريقيا وصاحبة النفوذ في أفريقيا قد انتهى كان هناك دائما امتحان صعب في مسألة النيجر هل ستحارب فرنسا من أجل نفوذها ستحارب سياسيا عسكريا أي تسميها ما شئ باريس لم تفعل ذلك وبالتالي الآن أصبح هناك تبديل في الأدوار أن الولايات المتحدة بدأت تأخذ دور فرنسا في أفريقيا بدلا من أن يكون هناك تصاعد لنفوذ الصين وروسيا هذا من وجه النظر الغربية ولكن المشكلة هنا بأن الولايات المتحدة دائما تراعي مصالحها المنفردة ولا تراعي مصالح حلفائية في كل الأزمة التي حدثت الآن نحن نتحدث عن فرنسا ماكرون عن الإيكوس عن السلطة لانقلاب في النيجر ولكن أيضا هناك الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت هي كلمة السر وكلمة الفصل فيما حدث في النيجر بعد الانقلاب مباشرة أرسلت الولايات المتحدة السفيرة لهناك أيضا أرسلت مبعوثة إلى النيجر ثم خرج اليوم أيضا مسؤولين أمريكيين ووزير الدفاع وقالوا بأن انسحاف فرنسا لن يغير من وضع الولايات المتحدة في أنيجر بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تتمتع الآن بعلاقات تعتبر جيدة ومقبولة مع السلطات في ماليو وبركينا فاسو وأيضا هذا حديث دبلوماسي في باريس بأن الولايات فرنسا لم تحصل على الضوء الأخضر أو دعني أقول الدعم الأمريكي في القرار السياسي في تدخلها في أنيجر وبالتالي للمرة الثانية على التوالية الولايات المتحدة تضرب مصالح فرنسا وتتراجع فرنسا خطوة للخلف المشكلة هنا ليست في فرنسا المشكلة هنا أن النفوذ الأوروبي كله الآن على المحك بسبب ما يقال بأنه فشل الرئيس ماكرون في الحفاظ على المصالح الفرنسية والأوروبية لأن أوروبا مثلا تستورد 20 إلى 25% من الطاقة من أفريقا تستورد اليورانيوم أو الموارد الطبيعية هذا ينطبق على برلين على ينطبق على روما ينطبق على دول أوروبية أخرى الآن ستكون أو هي تشعر بأنها في حالة من الضياع لمصالحها في أوروبا لا فرنسا استطعت الحفاظ عليها ولا الولايات المتحدة ستعطي مصالح الأوروبيين التي يحتاجون إذن من سيحل مكان فرنسا في تمثيل المصاحل الغربية أستاذ الناصر إذا كانت الأولايات المتحدة ربما لن تمارسها هذا الدول وهناك منافسة شرسة في القارنة هناك روسيا وهناك الصين ودول طامحة بأن يكون لها ذلك النفوذ والحضوة من الناحية الغربية أعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تريد أن تأخذ مكان فرنسا هي التي تريد أن تكون صاحبة النفوذ الأكبر دعنا نراجع القمة الأفريقية الأمريكية الأخيرة التي ضخط فيها الولايات المتحدة 25 مليار كمساعدات وديون للدول الأفريقية أبرمت اتفاقيات استراتيجية أمنية اقتصادية عسكرية ولكن الآن أعتقد بأن برلين وروما أيضا سيبدأون بالتحرك روما تحركت قبل أشهر ولكن من شكل خجول للغاية الآن دول أوروبية أخرى ستبدأ بالتحرك منفردة للحفاظ أيضا على ما يمكن الحفاظ عليه من المصالح خاصة أن برلين وروما نوعا لا يتمتعون بالرفض الشعبي داخل أفريقيا كما هو الحال بالنسبة لفرنسا ولذلك سيحاولون أن يحافظوا على جزء من المصالح الأوروبية التي يبدو بأنها ذهبت في مهب الريح مع هذه الأزمة لأن الولايات المتحدة لا ثقة بأنها ستوطي الأوروبيين ما يحتاجونه من المصالح دكتور جان بير مينالي ما رأيكم في هذا الأمر؟ هل يمكن أن تطمئن باريس لواشنطن في إطار تفديل المصالح الأوروبية؟ أم أنها ستبحث ربما عن شكل آخر وبديل مختلف غير الولايات المتحدة؟ أشك أن الرئيس مكرون خلال عهده الأول والثاني أراد بكل الطرق إرضى الولايات المتحدة ولم ينجح نجاحا كبيرا هذا ما يشرح ويبرر مثلا أفكار جنرال ديغول الذي كان قد ذاق الصرامة والخشون الأمريكيتين خلال الحرب العالمية الثانية عندما كان حليفا للولايات المتحدة فقبل سنتين جرأ الرئيس بايدن بسلب عقد بين أستراليا وفرنسا في أسمة الغواصات التي تركت فرنسا مجرد من مليارات من الدولارات إذن السياسة الأمريكية تمتاز بسياسة الإمبريالية هي قوام هذه السياسة الدولية وهي لا ترحم حتى على حلفاهها إذن من سيكون مؤتمرا ربما على المصالح الفرنسية في القارة الأفريقية هل يعني ذلك إن لم تكن الولايات المتحدة أن اليوم فرنسا تخسر كل شيء في أفريقيا وتسلم بالأمر الواقع بأن ذلك النفوذ الذي كان يومما لفرنسا قد انتهى بلا رجعة فرنسا فقدت في المجال العسكري والسياسي فيما يخص الثقافة أشير إلى أن الدباط الذين خاطبوا الأستاذ بوتين في قمة سان بيترسبورغ كانوا يتكلمون بالفرنسية وهم ينتقدون السياسة الفرنسية وفيما يخص اللاجئون والمهاجرون الذين يعبرون البحر المتوسط فسرعان ما يصلون إلى فرنسا فهناك روابط لابد من ذكرها روابط ثقافية لغوية وحتى في بعض الأفكار الإديولوجية التي نبعت عن فرنسا ولكن هناك برودة أمام فرنسا وهو أمر واقع وحاسر يستفيد منها أعضى أولها طبعا الروسيا التي تبحث عن تعويض وانتقام من مشاكلها عندما تلقى المسيّرات والقثف في سيباستوبول وكما في موسكو أستاذ ناصر اليوم الولايات المتحدة يبدو أنها تربح في الميدان وكما ذكرت مزل الديفعال الأمريكي أوستن ذكر أن لا تغيير سيطر على وضع القوات الأمريكية وأن الولايات المتحدة ستقيم خطواتها فيما يتعلق بالمستقبل تعتقد أن الولايات المتحدة ستحل المكان ربما فرنسا في حربها أي حرب النيجر ضد الجمعات التي توصى بأنها متطرفة وعنيفة يعني دعنا نسأل الآن هل هذه الحرب موجودة الآن الجواب هو لا هذه الحرب توقفت منذ أشهر وهناك تنامي الآن للجمعات المتطرفة وأول من سيدفع ثمن تنامي هذه الجمعات المتطرفة هي للأسف فرنسا والدول الأوروبية لأنها ستتلقى دائما الضربات الأولى وهذا لا تراعيه الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك أعود إلى تصريح في الكواليس لديبلوماسي فرنسي قال من تكون الولايات المتحدة الأمريكية حليفه لا يحتاج إلى عدو وهو يشير للضربات التي توجهها الولايات المتحدة إلى حلفائها النقطة الآن هي في أن الولايات المتحدة تحاول أن تقنع الفرنسيين والأوروبيين بأن حصول الولايات المتحدة على النفوذ هو أفضل من حصول الروس والصينيين على هذا النفوذ هذه وجهة نظر تبدو واقعية ولكن أيضا يمكن أن يكون هناك تنسيق فرنسي أمريكي أوروبي مثلا للحفاظ على هذه المصارح وكي لا يكون هناك تشجيع للسلطات الانقلابية هناك الآن حالة عاطفية من أن من قاموا بالانقلاب هم ضد النفوذ الفرنسية والاستعمار القديم ولكن أيضا هم انقلابيين على رئيس منتخب باعترافات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ولا يمكن تكرار هذا السيناريو لأنه الآن بعد أربع أو خمس سنوات سنرى دول مفكهة دول تطحنها الحروب تتنمى فيها الجماعات المتطرفة كما هو الحال في مالي وبوركينا فاسو لأن بوركينا فاسو والسلطات في مالي الآن قالت بأنها ستؤجل الانتخابات إلى ما لا نهاية أو إلى إشعار غير معلوم النقطة هي إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد أن تقدم نموذج أن تقول بأنني الآن بديل لفرنسا وأستطيع أن أطرح نموذج آخر مبنية على التعاون ولكن هذا أعتقد بأنه الصعب للغاية الآن في الوقت الحالي النقطة ستكون في تحرك الأفريق عسكريا وكيف ستنسق مع قادة الانقلابات وهل سيكون هناك لدينا انقلابات أخرى أيضا في الفترة القادمة أعتقد بأن ما حدث الآن هو سيؤثر حتى على الحرف في أوكرانيا لأن فرنسا والدول الأوروبية سترى بأنه لا داعي من دفع ثمن كبير لمصارح حليف هو يوجه لهم الضربات الواحدة والأخرى والآن خسارة أفريقيا والنفوذ في أفريقيا اقتصادية نحن لا نعرف الآن مصير الشركات الفرنسية مثلا على سبيل المثال هل ستبقى في النيجر أم ستنسحب أيضا هذه ستكون ضربة اقتصادية كبيرة لفرنسا والاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنها غالية اقتصادية وبرأيك سيد ناصر من سيعود خسارة الدعم الفرنسي ذلك التعاول الذي كان قائما الخزينة كانت ربما تطلقى مساعدات من الجانب الفرنسي ربما تعيش في هذه الأيام نشوت ما يسمى العودة من جديد إلى السيادة أو استرجاع السيادة برحيل الفرنسي لكن بعد ذلك ربما ستواجه النيجر المأزقات والآخر هذا صحيح هذا اقتصاديا إلا إذا تحركت الولايات المتحدة وللأسف أن أتوقع بأن الولايات المتحدة ستتواجه ضربات ثنائية للسلطات في النيجر ولفرنسا والأوروبيين بأنه سيكون هناك حالة من اللعب على وتر دعنا أقول الخلافات الموجودة الآن من أجل تحقيق أكبر قدم الصالح ستقدم بعض المساعدات ولكن هذه المساعدات على المدى الطويل لا تكفي هل الولايات المتحدة قادرة على أن تقدم الدعم الاقتصادي الآن الأمر صعب لأنها الآن مشغولة في أوكرانيا ولديها مشاكل اقتصادية داخلية قبل الانتخابات الأمريكية القادمة لن يكون هناك أي تحرك اقتصادي في أفريقيا لأمريكا ولذلك سيكون لدينا أزمات الآن اقتصادية في النيجر ومالي وبركينفاس ودول أخرى إذا دخلنا على سلسلة الانقلابات دكتور جانبير مينالي في داخل فرنسا النخبة السياسية كيف تتابع هذا القرار للرئيس مانويل ماكرون وما قد يعتبر إخفاقا للسياسة الخارجية الفرنسية في النيجر قبل ذلك مالي وبركينفاس هل سيسأل الرئيس عن السياسة والنهج الذي اتبعه في القرارة الإفريقية؟ طبعا هناك انتقادات لاذعة موجهة ضد الرئيس ماكرون الذي لا يتمتع بشعبية واسعة شعبيته منحسرة في الكبار في السين الميسورين ولكن مع ذلك هو يتلقى في كل أسبوع انتقادات اجتماعية سياسية وفي أسلوبه الشخصي الذي يتمتع بشيء من الغطرسة إن صح التعبير فهذا يصب في مصاب كلام المعارضة الذي يزعم أنه يلقط ويقطف الخسارات بعد الخسارات أظن أن في هذا الكلام شيء من الصحة ربما ولكن شيء من المبالغة لأن شخصية ماكرون ليست ليست إلا الفتيلة التي فجرت تلك القنبلة أريد أن أعيد باختصار إلى التحديات الجمة التي تنتظر بلدان مثل النيجر لأن نيجر حسب المقاييس الأفريقية على زيل البلدان الأفريقية أذكر مثلا أن نسبة الأمية في النيجر تصل إلى 80% من الشعب النيجري ذلك يعني أن ثمانية نيجريين على عشر لا يتقنون القراءة والكتابة وعدد التناسل أو معدل التناسل هائلة يعني نصف سكان النيجر لهم دون الرابع عشر من العمر إذن هذه البلاد ستنتج في السنوات المقبلة أولا ضحايا لمجازير الجهاديين وثانيا مرشحون للهجرة للوصول إلى البحر المتوسط أنا أشكرك من باريس دكتور جامبير ميلالي أساد العلوم السياسي في جامعة باريس أشكرك ضيفي من برلين ناصر زهير رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيه شكرا لكم